اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العالى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على مواصلة تعزيز القدرة التنفسية لاقتصاد مملكة البحرين عبر مختلف المبادرات الهادفة لتنوع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو قطاعاته المختلفة تحقيقا لاستدامة الموارد التي تزخر بها المملكة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 اكد سموه ان المناخ التنفسي الذي تتمتع به مملكة البحرين اسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية الواعدة وعزز من تطوير بيئتها الاستثمارية وتدعيمها بالابتكار والابداع بما يرفض القطاعات الاقتصادية ويسرع من عجلة نموها تحقيقا لهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وراءه وقال سموه انما تحقق من منجزات تنموية بسواعد ابناء الوطن وجهودهم المخلصة على كفة الصعد لهو خير دليل على التكامل الذي يعمل به فريق البحرين بما يعكس الواجهة الحضارية لمملكة البحرين ويوفر المزيد من المقومات الداعمة لنهضتها الاقتصادية ويسهم في تنمية قطاعاتها الحيوية عبر مواصلة استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة كونها تسهم في بناء مستقبل واعد للاجيال واشار سموه الى ان العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة في تطور ونمو على مختلف الاصعدة والتي عززتها الزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون في كافة القطاعات منوها بمسار الشراكة الاقتصادية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية الصديقة التي اثمرت عن تجشين عدة اتفاقيات همة جاءت استكمالا لكافة الجهود المشتركة بما يفتح افاق ارحب لترسيخ مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين ويحقق التطلعات المنشودة جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله حفل الاستقبال الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية مع كبرى الشركات الايطالية بحضور اصحاب المعالي والسعادة الوفد الرسمي المرافق لسموه وممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين والجمهورية الايطالية الصديقة والذي اقيم في روما حيث نوه سموه بالدور الذي يقوم به المجلس عبر خططه ومبادراته المتنوعة لابراز مقومات مملكة البحرين الجاذبة للاستثمارات الخارجية مؤكدا ان الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يشهد نموا ايجابيا بناء على ما تم توفيره من بيئة داعمة لتنامي القطاعات غير النفطية اسهم في مواصلة تحقيق النتائج ورفع مستويات الاستثمار الذي يعود بخيره على الوطن والمواطن وشهد سموه خلال حفل الاستقبال توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص البحريني والايطالي بلغت قيمتها 330 مليون يورو والتي بدورها ستدعم تعزيز الشراكة القائمة ويفتح مجالات اوسع للتعاون حيث شملت الاتفاقيات اتفاقية بين شركة تطوير للبترول تطوير واني البحرين واتفاقية بين شركة الامنيوم البحرين البا وشركة فلورسيد واتفاقية بين شركة الامنيوم البحرين البا وف اي تي اي اس بي اي واتفاقية بين شركة الامنيوم البحرين البا وتيكمو كار اس بي اي واتفاقية بين بنك السلام و اون بي ريسنج اس بي اي واتفاقية بين شركة الخليج للبترو كيمويات جيبك وسايبيم سنامبرو جيتي اس بي اي مجموعة ايني وأشار سعادة السيد راشد بن زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية والتي أسمت في توقيع عدد من الاتفاقيات التي سيكون لها مردودا إيجابيا على الاقتصاد الوطني منوها بأن التعاون التجاري بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة قد بدأ منذ العام 1973 حيث تعد البحرين اليوم مقرا لأكثر من 60 مؤسسة تجارية في مختلف القطاعات وفي كلمة ألقاها السيد جيوفاني أوتاتي رئيس الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط أشار إلى أن العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية ساهمت في نجاح فرص التبادل التجاري والاقتصادي مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من قاعدة اقتصادية متنوعة عززت من تنافسيتها في الأسواق العالمية وهو ما سعت إليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كما نوها بتطلع الجانب الإيطالي إلى تعزيز شراكاته مع الوفد البحريني المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يقدمونه من فرص واعدة لمزيد من النجاحات من جانبه قال سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال العرض الذي قدمه إن علاقات التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة كانت الداعمة وراء الوصول إلى شراكات قوية من شأنها أن تعزز اقتصاد البلدين فالشركات البحرينية والإيطالية ستعملان معا للاستفادة من بيئة الأعمال في كلا البلدين وستستقطب المهارات المعرفية وتسهم في الترويج للقطاعات الاستراتيجية التي من شأنها تنمية التعاون من خلال هذه الاتفاقيات الجديدة التي ستعود بالنفع لصالح البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر